اكدت سعدة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين لسياحة والمعارض ضرورة إيجاد سبل جديد للنهوض بسياحة العربية وتعزيز الترويج للمنطقة العربية كوجهة واحدة زاخرة بالمقومات والإمكانات السياحية الاستثنائية وخلال اجتماع عقدته سعادتها بعد دكتور بندر بن فهد آلف هيد رئيس المنظمة العربية للسياحة بحضور سعادة السيدة سارة أحمد بحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وذلك على هامش المشاركة في عمال القمة العربية الثالثة والثلاثين المقامة في مملكة البحرين أكدت سعادتها أن ذلك يأتي من خلال تكثيف التعاون العربي في مجال التعليم والتدريب السياحي وتطوير السياحة العربية البينية والعمل المشترك على تطوير الجذب السياحي للوجهات العربية وتعزيز الاستثمارات العربية بها والسعي إلى رفع كل العقبات من أجل زيادة تدفق السياح العرب في الوجهات العربية إضافة إلى تسهيل إجراءات السفر بين الدول العربية والمضي في تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاع لتسريع مسارات التنمية السياحية في المنطقة وأشرت سعادة الوزير الصرفي لأهمية الاجتماعات واللقاءات المنحقدة على هامشي قمة البحرين في دعم التكامل السياحي بين الدول العربية وزيادة معدلات السياحة العربية البينية